النهاردة هنعم مع بعض كرات الفراخ بالتركي كده بصوص مختلف ولذيذ طيب المكونات اللي عندي لكرات الفراخ بتاعتنا عندي للكرات نفسها عندي شوية من الفراخ صدور الفراخ متقطعة كده مكعبات عندي تركي عندي شوية من المرأة روزماري ريحان وملح وفلفل ده اللي هنعمل بيها الكرات أما بالنسبة للصوص عندي شوية مشروم فراش عندي بصلة عندي معلقة كبيرة بس من الكريمة الخفق عندي مرأة تاني وعندي شوية من جبنة البرمجان طيب وعندي طبعا هنا شوية زيت ده احنا مش هنعمل لها ديب فراينج هنعمل لها آآ بان فراينج يعني هنحمرها في الطاصة فعندنا آآ شوية زيت هتبقى مغطية تقريبا لحد نص الكرة وسايبينها بتسخن على النور. طيب. اول حاجة بس التركي اهو وهاخده بس كده ايه? تعطيها عشوية عشان احنا لسه بعد كده هننزله في الكب. نص? هاخد الفراخ. هاخد معاها حتة التركي. هخلي المرأة جنبي عشان هننزلها واحنا بنضرب. وعندي هنا كم ورقة من الريحان. شوية روزماري مش كتير عشان طعمه طبعا بيبقى قوي احنا عارفين. وملح. وينفيفي. وهنضرب. هبتدى نزل اهو المرأة بتاعتها. هاي بقى قوي. نجيب بولة. هاخد الخليط بتاع كرات الفراخ هنزله في بولة اهو كده. هنعمل الكور بتاعتنا نزلها في الدقيق ومنها على طول على الزيت. مش عايزينا برضو كبيرة قوي اهو. كده ما قولتلكو بمعلقة كده. واحد دي اهو الكور بتاعتي كلها طبقة كده من فوق من الدقيق. عشان بعد كده نقدر نحركها من غير ما تبقى لزقت في اي حاجة. كده بص ما فيش مشكلة ولا بتلزق في ايدنا ولا بيلزقوا في بعض. عشان بس عملنا لها الطبقة بتاعت الدقيق من كل حتة قبل ورتين حركها في الطبقة. خلاص كده حتى لو بيجوا على بعض ما بيلزوش. ناخد الكور بتاعتنا دي اهزة كده. هننزل بيها واحدة واحدة في التاصل. انا مش هياخد معانا اه وقت كتير قوي خلي بالكو احنا بس عايزين نديها لون وبعد كده نقلبها بتاخد لون من الناحية التانية. وبعد كده هنبقى ننزلها تكمل السوى بتاعها في الصوس اللي احنا بنعمل. هبتدي هجيب المشروب بتاعي و هبتدي قطعه اربع كده بس هون عايز اعمل كده و كده بس. اخدت لونة اهي من هنا يديها قلبة كده حلوة. يوه لو لقينا حاجة صغيرة قوي كده الحجم ده ممكن نسيبها بقى زي ما هي تقريبا اهي حجمها زي الاربع اللي احنا بنقطعه. المشروب بتاعي اهو. تاني حاجة عندنا ايه باصلة بتاعتنا انا اخدها شرايح معادية خالص اخدها مرة كده. النص. ومن هنا شرايح كده. نفصل كده على قد ونقطعه. والباقي هيفوك هو مع بعضه لما هينسى. بص بصة على الكور بتاعتنا. لو في اي حتة لسه شايفينها كده فيها ابيض نقلبها كده. بصوا يا كده اخدت اللون. اهو من كل حاجة. هرفع خلاص الزيت بتاعي. توصى بقى تانية على النار عشان نبتدي نشغل السوس بتاعنا. زي ما قلنا احنا محضرين المش و محضرين البصل بتاعنا. عندي شوية من المرأة و شوية من البرمجان و الكريم. وانا مخلي رحان هنا عشان نستعمله فيه الجارنش في الآخر. شوية من زيت الزيتون اهو. واول حاجة هنعملها هننزل. بالبصل. وهندي تشويحة بتاعتنا. البصل زي ما قلتلكم بس بالاسباتيولا كده. اول ما حيبتدي يسخن لما هندوس كده عن ليبي تفرط لوحده. ومن هنا المشروم بتاعنا. رشة من الملح. رشة من الفلفل اسود. وننزل على البصل بتاعنا. كحريكة كده تأكد ان انا بميكس كل حاجة هوا مع بعض. لو حسيت في اي وقت نقدر دايما نبديها سنة كمان من زيت الزيتون. طيب احنا مندور ان احنا نعمل ايه. انا انا عايزة حمر الحاجات دي الاخر. لا بس انا عايزة تنزل السوايل بتاعتها. وشوية منها تتبخر. وبعد كده ننزل المرأة بتاعتنا. وننزل بعدها الفراخ ونسيب بقى كل الحاجات دي تاخد من طعم بعض. هنبتدي نلاقي اللون بتاع البصل ابتدى يروح. ابتدى يقلب اللي هو الشفاف او اللون الترانسلوسن زي ما بنقول. ومرحلة اللي بعد دي على طول هنخش في الكرمالة. وهو ده الوقت اللي احنا هنبتدي ننزل ببيت المكونات فيه. رأس لو هنبص دلوقت كده في التواصل هنلاقي الاطراف بتاعت البصل بتاعتنا بتاعتنا تاخد الكرمالة اللي انا بقولكو عليها دا وهو ده الوقت اللي انا فيه عايز هديها. بصوا لو هنقلب هنلاقي كله اخد. بصوا نفتح منصة الفضيعة دي. بصوا بقى هو ده اللون بالزبط اللي انا بقولكو عليه. هو ده البيز بتاع السوس اللي انا عايزه. معلقة الكريمال اللي بقولكو عليها. شوية المرأة. هعمل كده. هادي الكلام ده. تقليبة. وهنزل في التواصل. هاخد ورقتين تلاتة من الريحان الفراش. وبايدي كده انا بس عايز اكسرها. عايز اعمل لها بروزنج. عايز ايه زي اي من قولك عورها. ليه عشان تطلع شوية الزيوت دي. وهاخد الريحان بتاعي. وهنزله في السوس. ده خلاص طول ما بقى السوس بتاعي بيغلي. الريحان ده عمال يطلع اه فليفر. عمال يطلع طعم اكتر في السوس. طيب فاضل ايه؟ ناخد الكور بتاعتنا. زي ما قلنا هي لسه عايزة. تكمل سوا. فقادي الكور بتاعتنا اهي. واخر واحدة. اهي خلاص. وكل شوية. ناخد شوية. وننزل عليها كده. خلاص. هنعمل كده قد ايه عشر دقايق بالزبط. هنرطع. الكور بتاعتنا اهي. هناخد بقى السوس الخطير بتاعنا ده. هننزل بيه كده. هندينه ضغطة كده. وبعد كده هناخد الكورات بتاعتنا. هنقعدها كده. فوق. السوس. بالمشروم والبصل. من هنا. شوية من. نجبنا. برمجان. اخر حاجة خالص. وراء. الرحان بتاعنا.